موسيقى مساء الخير من بيروت الشهرة هدف كبير لناس كتار سعوا كل حياتهم وراء الأضواء وناس قلال هني اللي خلقوا وملعقة نجومية في فمهم موسيقى عادي انه يكون فنان وطبيعي ان يكون مبدعا واجب عليه ان يكون مثقفا ومن البديهي ان يكون مترفعا لانه ابن بيت الرحبيني معقل الفن الابداع والثقافي ضيفنا مشاهدين الليدي من بيروت مروان الرحبيني موسيقى عشاء الموسيقى فأطقن أسرارا أحب الفن ودرس أصول الإخراج وجماليات الفن الدرامي ثم تابع تخصصه بالسينما والمسرح هو ابن عائلة الرحبيني مروان الرحبيني انطلق مروان الرحبيني من مدرسة نادرة تتكرر يوميا بالذاكرة فكان التلميذ المجتهد لمدرسة الرحبيني ليكون عن جدارة مخرج الأعمال الرحبيني اللي تدعونها لرحلات تاريخية عبر المسرح الغنائي العريق فاتمكن مروان الرحبيني من إيصال النصوص وخلق أبعاد مختلفة لمضمونة أعماله بتعتمد على المؤثرات والتشكيلات المشهدية إلا أنه بيتقصد البساطة عنوان لكل ما بيقدمه فبيتعد عن التكلف بالعلاقة مع العمل الفني لتبقى أعماله محطة لإدراك جمالية الفن مروان الرحبيني فنان من منزل عريق آمن برسالة الرحابيني فاستطاع المساهم بإيصالة من خلال تقديم أعمال راقية لتستمر الرسالة جيل بعد جيل مساء الخير وأهلا وسهلا بأستاذ مروان الرحبيني ضيفنا بفايم بستوديوية ART من بيروت مساء النور أول شي هيك من البجهة السؤال أنه هل حصري أن يكون أو لازم يكون ابن الرحبيني فنان؟ لا أبدا بس مسائق بأنه مش زابطة إلا هيك مش أنه عايب أو عارة على العيلي لا 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 بالعكس بالعكس يعني مثل ما قيلينا بكذا مرة أنه جربوا كتير بعدونا عن هالشغلة مثل ما نحنا عم نجرب من بعد ولادنا عن هالمهني بس عم ترجع تقلب ذكرتي شغلة بالمقدمة أنه من الشهرة أنه عن الشهرة في شغلة إذا بتسأليني بتفضل الشهرة أكتر ولا السمعة بإليك السمعة أهم من الشهرة لأن الشهرة بتزول أما السمعة تستمر معك عطول والشهرة ممكن تكون بأشياء مش حلة مظبوط فالواحد بيضل يشتغل تيضل سمعته منيحة وهيدي أهم كتير من الشهرة السوديو اليوم هو السوديو الشهرة نحنا نستضيفك كل المشاهير بيحكوا عن هني تجربتهم الخاصة تجربتك مختلفة مثل ما قلت كتار بيصعوا هني من هني وصغار لأنه يكونوا مشاهير لاحقاً بس أنت العكس يعني أنت كنت خلقت ابن الرحباني هيدا الشيء بالصغر أستاذ مروان شو بيعطي للولد الصغير أنه يكون هو مروان الرحباني ابن منصور الرحباني ما بتعرفيها بالأول ما بتلمسيها أنت بتبلش تلمسها يعني ماشي أنه بالزمان كنا مثلاً بس تكون بالمدرسة يكون في مسرحية عم تنعمل عم بيعملوها الأخوان الرحباني وفيروز بالبيكاديلي بهالفترة فتحس الأسادزة المدرسة بلش يسألوني مثلاً بعد عم تلعب المسرحية أمتين بنا نحضر وأمتين بنا كذا هايك الأسي اللي أنه أستغرب إنه رايش عم بيسألوني إلي فالجو كنا عايشين فيه نحنا الجو الفني بس ما بحياتنا افتكرنا إنه نحنا إنه هادي معناتها شهرة لأول مرة بتذكر رحنا عالسينما كنت أنا وزياد وأخذنا عاصي ومنصور عالسينما بسينما حمراء فبتصوق بتذكر إنه ما حداً كنا عم بيحضر الفيلم كنا عم بتفرجوا عليهم كل الوقت بس تغربنا نحنا هشي ما بتفكر فيها لأنه بتقدي معهم كل الوقت أنت عايشين معهم فما بيعود عندها بس صرنا نكبر شوي أكتر بلا صرنا نعرف شو معناتها ومحسنا وسيئاتها يعني بتضيعك كتير عن قصص كتير خاصة بدك تعمليها ما بتعودية تعمليها يعني أنت تكون رحبانياً مثل كأنه عليك واجباً صح؟ هيدا اللي بتقصدو؟ لايكي ما بحب أقولها الآن لعليكي واجب أنك تكوني محافظة على مستوى فني معي أما حياتك الخاصة الشخصية ميولك ميولك سلوكيات لايكي ما في شك ما فيكي نحنا بالنسبة إلنا ما فينا نفصل كتير حياتنا الشخصية عن الشغل المشتغل في هلأ ولا من البداية من الأول من وقت ما كنتوا يعني هيكي بأوائل شبابكم؟ لا ما كنا نفكر فيها كتير ما كنا نفكر فيها كتير لا بس بقصد إنه نحنا متل ما منفكر بحياتنا العادية منشتغل بالفن ما عناش واجهين إنه ما منحكي عن شيء ومنعمل شيء تاني ما منحكي عن النبل بالمسرح ومنعمل شيء تاني بالحياة ما منحكي عن الحقيقة ومنكذب بالحياة فهيدي شيء استمراريه هيدي حياة أنا بالنسبة إلي الفن مش مهني أنا بعد نهاوي ونهار اللي بيحترف الفن ببطل بس هو هني بيقوله إنه الفرق إنه وقت لوحد بيصير يتقاضى أجراً أو بيستثمر هيدا الموضوع ميدياً بيصير خلص بطلة بطلة هواية يعني هيدا مفهوم الهواية لا أنا عندي إيها مفهوم تاني بعد نهاوية للشغلة متل ما كنت أول ما بنشت الرغبة يعني الرغبة ورغبة الاطلاع ورغبة التعلم كليوم ما إلا حدود خاصة عم تحكي ببحر بأسمى الفنون يعني إذا كانت موسيقى أو مسرح أو سينما أو الشعر فبدك تضلك على الطلاع وبتضلك كل ما تتطلعي بتشوفي قديش نقصي قصاص فما عندك ما عندك ما بتوصلي أستاذ مروان فيه مقارنة دايماً يعني فيه الأخوين رحباني من مكانهم العالي وهلأ هني عند رب العالمين فيه اليوم مقارنة دايماً الأخوة الرحباني هل رح يكون وهذا السؤال اللي دايماً بيتردد على مسامعك بالنسبة لك ماذا يختلف في هذه التركيبة؟ يعني شو اللي بيخلي أنه أسامة وغدي ومروان الرحباني ما يكونوا عصي ومنصور الرحباني؟ ليش لا؟ لا لا قلت لك شغلي فيه فرق كتير كبير يعني الأخوان الرحباني عصي ومنصور حالي لن تتكرر لن تتكرر لا بالمئة 200 سنة جايين ولا بعد ألف سنة بمعنى لأنه كل إنسان عنده الإيجو تبعه وعنده الأنا فإنه يختاروا اثنين سيء أبو إخوة أنه يندمجوا ببعضهم هلأد وينخلطوا ببعضهم هلأد ويتنازلوا عن أسمائهم ويمضوا باسم تالت يعني هو اسم الأخوان الرحباني بس هيدا اسمهم لا يزالهم؟ ايه اسمهم اسم وضعهم الجينة بس ما في كل واحد ما عد فيه الأنا هيدا لن تتكرر عدا عن موهبتهم وعطاءاتهم واللي عملوه وعبقريتهم يلي ما فيه إلى منازع أما نحن في الشيء مختلف نحن سأبنا أخوة بنشتغل مع بعضنا وبنشتغل كل واحد لحاله بس بيمضي اسمه؟ كل شخص بيمضي اسمه يعني إذا أنا عملت لحن بمضي تلحين فلان وكلام فلان إذا أنا أخرجت عمل بيكون إخراجي إذا أحد إخوتي أنتج عمل هلأ الناس عم تميز اسمه مروان من نسبة لقلنا أنتم ما زلتم يعني اسمح لي أنتم رحابنة آه هلأ الرحابنة يعني أنتم رحابنة هلأ الرحابنة هن الأخوان الرحباني وبعدين المرحلة الثانية منصور رحباني الياس زياد مروان كأنه الناس ما بدها تفصل عال مش مشكل بس أنتم فاصلين هلأ بتقول العيل الرحباني اسم الله كتار وفي جيل تالت طالع كمال بنحكي عنه هلأ أجيل تالت بس ما في شك أنه بس كل شخص يعمل عمل بيعمل عمل بحسب اختصاصه وباللي بيعمله ونحن بنعرف مثلا فلان أشتر بن فلان بكذا هو بيعترف كمان يعني إذا اليوم أنت أقررت أنك أنت تعمل موسيقى هل بت يعني أسامة وغادي بيقوله بتقول أنت لا أنت أسامة بالموسيقى في قطع معين مثلا بالكتابة أنا بقول مين أرجل بالكتابة مين أرجل بالأوركسترسيون مين أرجل بكذا مين أرجل بالكتابة غادي أي أكيد وبالموسيقى بالموسيقى غادي وأسامة وأنت في الإخراج لا وأنا بالموسيقى كمان أنا عمل كتير موسيقى بس أنه مؤخرا هلأ مثلا في كتير قطع بالمسرحيات أنا عملها بس بتروح بالأسماء صحيح بالهيدا بديك تشوفيها على السيدي بس منوزع مظبوط منوزع مظبوط وبنعترف لبعضنا وهيدا شغلة كتير مهمة حلو الناس دايما بتسأل السؤال الكبير شو رح يعملوا الرحاب أني بعد منصور وكأنه فيه إصمان من الناس الناس ما اعترفة فيكن كامتداد لهذه الجزور القوية واللي هي بدمكن وناس تانيين عم بتقول هيدا تحدي هني عم يتحدوكن كأنه أنه هل بعد كتبات منصور الرحباني رح يستمروا الرحاباني بالثقل اللي هني فيه رح يستمروا بالزخم القوي اللي هني فيه هيدا بيحملكم مسؤولية كتير كبيرة شو بتجاوب على الاثنان أول شي قبل ما يكون تحدي هو تحدي لألنا ونحنا عشنا بتحدي مستمر يعني وعشنا هالمراحل بعد كل عمل بتعملي إن كان مسرحي أو أي شي بتعملي بديك أنا بالنسبة لي بينتهي العمل ليلة الافتتاح وبيصفي ماذا بعد تاني يوم شو فيه العمل التاني شو رح يكون يعني مبدأ التحدي مش شي جديد علينا هلأ ما فيه شك رحيل منصور ورحيل بيقطع الظهر مش بس على الصعيد العائلة الرحبانية هي أول مرة بتقول رحيل منصور نحنا مرور رحيل نحن بتقول وفاته نحنا منقول عظمة يرحلون لأنه بالعكس بتحكي عنهم أكتر ما يكونوا موجودين يعني بتحكي اليوم عن بيتوفن عن شيكسبير عن عاصي عن منصور عن هيتشكوك بتحكي عنهم أكتر ما بتحكي عنهم بوقت حياتهم وهيدا ثبت طبعا فهودي بيرحلوا وبيبقوا فمن بعد رحيله رحيله كان قاسي كتير لأنه كان بقمة العطاء يعني ما حضريك كم سنة انه وقف لا وهذه كانت رغبته الله يرحمه فشفت كيف لآخر لحظة كان بعده وعم بيناقش وعم بيكتب وكذا هلأ نحن مش هينين نحن مش هينين وكتفنا قاسيين ومنعرف نحمل حمل ومنعرف كيف نستمر سؤال الأخير بهيدا الموضوع هل أنتوا مستمرين لأنه أنتوا عندكن شي بعد أكبر من اللي تقدم أو أنتوا مستمرين لأنه هيدا تعتبروها واجب ورسالة ومهنة شوفي يا قلبي إذا بدك تعتبر وراسة فنية ما بحب قول وراسة فنية ما فيك تورتي يعني مش مثل السياسة في وراسة بالسياسة وراسة سيئة اي بيفرضوا عليك أما بالفن الباي ما بيقدر يفرض ابنه صح يعني أنت بسهولة إذا ابن هالفنين العظيم عمل مسرحية سايقة فيك ما تروحي تحضريها أما ابن هالزعيم إذا سلم ابنه إذا عام تابعه ترين انتخبه مضطرة تعيش تحت سلطة فهيدا الوراثة الفنية ما بتضر الناس أما الوراثة السياسية إذا كانت سايقة بتضر فهيدا الفرق نحنا ما بنشتغل ما فكرنا بقصة وراسة بهاي تكرنا نحنا عم نشتغل شغلتنا ونشتغلها بكل متل ما تعلمناها من المدرسة الرحبينية المدرسة النبيلة فما فكرنا بهالدتيات الصغيرة اللي نحكي فيها اليوم أما استمراريتنا استمراريتنا لأنه مش قصة تواجب نحنا خلقنا تنعمل هالشغلة يعني أنا كنت بدي أقول شغلة بيديت الحديث أنا ولا مرة بحياتي بتذكر أنه كنت بدي أعمل شغلة تانية في ناس ألبوا مثلا غدي كان بدوا يعمل شغلة تانية بالأساس كان غدي يقول بدي أعمل أنا مثلا طبيب ساعة بدي أعمل رسام وفجأة ألب أنا لأ من أول ما بتذكر بدأت هيكفها مشواي ما فكرت صار جزء من تركيبها ما فكرت بمهنة تانية أبدا وكنا كتير نتشارع مع عاصي ومنصور على هالشغلة أنه يا بي شو بدكم هالشغلة شغلة صعبة وفعلا وفيها مسؤولية فأنا مستمر بشغلة أنا بلشتها بملئ إيرادتي ما حدا نفرض ما حدا نضغط علي أنه بيك عنده مكتب محامات رحبني كمان على قد من رحبني حارسين على حد لايك ستنا أنا نحن علينا نعمل شغلة نحن مثل ما علمونا النبالي علمونا الأخلاق علمونا الفن مظبوط ونحن درسنا نحن علينا نعلم ولدنا مثل ما تعلمنا هلا شو بياخدوا شو بيطلعوا إذا طالوا صالحين بهالمهنة يمكن يبرعوا بشي تاني مش مشكلة مظبوط مش عار ولا عيبي يعني مش لك أنا بلشت فيها مش واجب مظبوط مش واجب لأنه الشغلة بتبلش مطرح بس بدأوا الأخوان رحباني بيهم ما كان عنده الباكراوند الفني أو أي شي طلعوا هيك نبتوا من حالهم بس السؤال هو لأنه دايماً نتخيل أنه مثلاً نعتبر ابن ابنك أو ابن غدية أو ابن أسامة بيعتبروا أنه إذا هن ما كانوا فنانين يكن هيدا شغلة ممكن تحبطون نفسياً يعني لأنه في هالجو هالمناخ العام شوفي بس واحد يمكن يبرع بشي تاني ما قالك شغلة في شغلة يمكن نحنا مثل ما إذا بدي يقول بدي يقول جنيه علينا أهلنا لأ أو نحنا عم نجني أولادنا لأ في نمط حيات مهم كتير بقلليك مثلاً شغلتين مثلاً نحنا بس كنا صغار عاصي ومنصور كانوا يخافوا علينا كتير مثل ما نحنا بنخاف أولادنا مثل ما كل البيان بيخافوا أولادنا نحنا كنا مفروض مثلاً ممنوع نلعب على الطريق ممنوع ننزل على البحر نسبح لأنه بنغرق ممنوع كتير قصص نعملها بدأنا تجاربنا بأنه اللي بدت كونيه منجيب كونيه على البيت فكنا نبلش نصور أفلام ونسجل أغاني صغيري بالبيت عنا ستوديو صغير والجو اللي كانوا عايشين فيه هني عايشينه نحنا اليوم يعني نحنا مثلاً ما بعرف أنا ما بتذكر أنه أخدت أولادي رحنا سفرة طب هده شي صحي برأي لك أنا مثلاً ما كنت أعرف شو كلمة بيكنيك روح على المدرسة يقولوا الولاد رحنا بيار رحنا لأحد بيكنيك شو يعني بيكنيك بيروحوا الأهل كلهم مع الولاد على الحديقة العامة أو على الحرش وبيكلوا نحنا عشنا ببيت كأنك تعلمت الأمور الكبيرة قبل الأمور الصغيرة نحنا عشنا ببيت عطول منصور عم يكتب وعاصي عم يكتب شايفينهم قدامنا لا عيد لا رأس سنة لا كذا 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 أيام بس يعطونا بونس إنه يظهرونا شي مشوار واو كان فظيع أهم شي كان عنا نحنا بس ياخدونا على المسرح نقعد بالكواليس يكونوا عم يحضروا عمل جديد أو مسرحية جديدة هاي دي كانت نحنا كمة السعادة عننا بس هدا مش نمطولاتكن اليوم بلا هيدا المؤسف بس هدني صاروا متحررين أكتر منا شوي نحنا الزمن تغير يام أما لليوم أنا يمكن لليوم بعد كل هالعمر أنا مش مسافر أنا وياهون ولا سفر إلا شغل إلا شغل منصور معك اليوم منصور معي من سفر معي ولا مرة إلا بشغلة شغل وهلأ بلش عم بيساعدني يعني عم يشتغل عم بيتعلم ويشغل معي بس ما في يعني أنا ما بعرف حالي رحت ولا مرة إنه رحت أسبوع هيك بروح بشغل بس بدك تعمل لا بدك تسافر لازم لازم رح نرجع نحنا وياك بالقسم الثاني رح نحكي أكتر عن مبدأ الأعمال الرحبانية اللي هو واحد إنما مع اختلاف الأداء وأكيد كل عناصر العمل نرجع معك أستاذ مروان الرحباني لنكفي حديثنا اللي هو فيه كتير تساؤلات يعني الناس كتير بتسأل هذا الشي بتسأل دايما ليش دايما فيه قضية وحدة بمسرح الرحباني وهي بتتناول ثورة الناس على حكامها هذه المشكلة الأزالية اللي أنتو كمان منذ يعني بدء مسرح الرحباني يعني بتتناوله نفس نفس الموضوع هل يعني رح يصير فيه إماراتورية أفلاطونية وتغيره ولا 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 أنتو أفلاطونيين بنظرياتكم لا أبدا 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 نحنا كتير على الأرض بعكس السؤال شوي هو اهتمام المسرح الرحباني الأساسي بتلات قصص بالإنسان بألا والأرض والأرض هاي دي أهم تلات عناصب المسرح الرحباني وبين هالتلاتي في عنصر الأساسي هو الإنسان يلي هو أهم عطايا الله على الأرض وأكمله طبعا والأرض بلا الناس ما إلى إيمي الأرض بلا الإنسان ما إلى إيمي هالإنسان هو البحور مثل ما كان يقول منصور هالإنسان يلي بيولد عم بيبكي وبيموت عم بيبكي يعني جاي عشلو خمسين ستين سبعين سنة بس همومه هي هموم المسرح الرحباني الجوع الفقر الحرمان الغيري البغض كلن متشابهين من ستالاف سنة لليوم من ستالاف سنة كان شعور الحب هو زيته مثل اليوم أما الفقر والجوع أنت بتجوعي اليوم ببيروت مثل ما بجوع الشخص التاني بمصر مثل بكوبا مثل بالبرازيل مثل بأماركا مثل بروسيا فإذن كل هالقصص والبغض كذلك الأمر فكل هالقصص متشابهة وهيدا اللي بتميز شعور الإنسان وينما كان يعني نحن ننصر الإنسان في أي زمان ومكان وأينما وجد فهيدا من الأسس الأساسية تبع المسرعة هلأ الصراع بين الحاكم والشعب هاي هي المشكلة مثل ما بيقول سكراد بيقول أنا لازم كون دبانة خيل وضلني والدولة هي حصان كبير وأنا لازم ضلني نكوزة ما في نظام يوتوبيك ما في نظام كامل ومسالي فعالطول في قصص نقصة ما أقول أخطاء ما بحب أقول أخطاء بس في قصص نقصة بس ما في زمن ذهبي مثلا في زمن ذهبي لكن في عصور ذهبية لكن عطول بهالعصور الذهبية كان في قمع وكان في ناس هلأ ما بدنش نقول نحن رومانسيين زيادة عن الزوم بس طالما في إنسان واحد مقموع يعني بدك تضلي كتقول لا لا حين ما ينوجد بركي نوجد بشي حالي نظام يرضي الكل هون بتكوني قديتي واجبك وبما أنه ما رح يصير هالنظام فهون الاستمرارية أنت عليك تضليك تقول لا تضليك تشوف هالأخطاء تتصلحي وهذه ندبها مش أخطاء أو قصص نقصة مرحلية لها السبب مسرح الأخوان الرحباني بالبدايات ومسرح منصور الرحباني في المرحلة التانية مقلهم عمر زمني يعني صيف 840 من 1860 1840 من اليوم 169 سنة لبعد 10.000 سنة نفس الشيء رح يضل لأنه المبدأ هو واحد فهي دي القصص هون هيدا اللي بتعطيه عمر كأنكم عم بتواجهوا شي صراع ما له نهاية هيدا صراع الأجيال هيدا أكتر الناس بتزقف لكم وبتستمتع يعني أنا ببقى حاضرة أكتر الناس هيك بتوقف وبتزقف هن السياسيين هيدا الحلو بس هيدا مفارقة يعني بتستوقفنا أنه هلأ عم يفهموا الرسالة بس أنه معتبرين أنه لأنه عم بتقولوا بفن ما بتمسهم يعني شو المفهوم أهم شيء أهم شيء أهمية المسرحنا أنه بيصيبك بيجرحيك بيغرمشك ولا يهين ما في إيهانات أوكي وما في كلام بزيء وأهم رئيب بالمسرح الرحباني هو نحن ومش لأنه بتعتبروا دايما بتتناولوا حقبات أجيمة يعني بيعتبروا أنه هيدا زمن لا 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 هو زمنون الذهبي لا 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 الناس بتعرف تقرأ مضبوط بتعرف تقرأ بين السطور والمشاهد المتلقي صار كتير مسأل صار بيفهم بس ترمزي له على المسرح بحركة باللون باللون بأي شغلة صار يفهم مش ضروري الكلمة في تكون الحركة أقوى بكتير من مرات الكلمة مروانا رحبيني لك الفضل بصياغة الأمور وبرمجتها بشكل مختلف دايما نحكينا عن أنه في مبدأ واحد وهو ثورة الناس ضد الحكام بكل قصة تقريبا في هذا الموضوع بس في صياغة مختلفة من روح لعصر تاني من روح لأجواء تاني يعني حتى صياغة الموقف بتكون بطريقة مختلفة في أوقات فيه هدوء رومانسية فيه سخب فيه كل شيء بمسرح مروانا رحبيني يعني لأنه هذا يتعلق بالإخراج اللي أنا غلطاني صحي صح كيف تقدر تكون أنت متنوع متجدد بظل مواضيع شوي متقاربة وإنما نصوص وجمل يعني هيدا وتقريبا أوقات كتير بيكون فيه كمان نفس الإيكيب يعني نفس الأشخاص هي عم بتقدي هذه الأدوار طيب سؤال كتير مهم أهم شيء النص هو اللي بيفرض عليك كيف تتحرك أنت أول شيء الكلمة أهم شيء وكل شيء بتعمليه أنت تتوصل لها النص وكل شيء بتسخريه من إخراج من موسيقى من كوريغرافي من سينوغرافي من كل الأدوات اللي تعطى إليك أنت اللي بدك تكوني أنت خبيرة فيهن كله أنت تعرف تستعمليهن هذا دي لخدمة النص ولإيصال البعد الآخر للكلمة يلي ما قال الكاتب بدك أنت تقري بشكل مختلف وتوصل لها نحن دايماً منعتبر مثلاً هلأ نحن بشبال إذا عم نلعب هلأ فيه 4800 مشاهد كلليل نحن منقول فيه 4800 مخرج كلليل كل إنسان مخرج إذا أنت قريتي كتاب تتخيل الأبطال مثل مبدي ونفس الكتاب أنا بقرأ بتخيله مثل مبدي لكن بيجي شخص على المسرح بده يوضعه بإطار معين ويقول هيدا هو أنا هيك شفته بتقليل المواضيع متقربي بس لأكون رؤية مقنعة لا تقنع للناس كده الهموم الهموم إذا من تحت البعث طبع العدالة اللي بتحكي عن العدالة الاجتماعية بتختلف أما المواضيع متنوعة بحقبات متنوعة هون بتخلق لك الأسلوب يكون مغير يعني مثلا بالإنقلاب الوضع كان كتير مغير عن صيف 840 طبعا يلي كان فيه سوار ومصور هوني كان فيه سوار بس كان غير زمن غير زمن وغير إطار وغير تكنيك كتابة بتشوف في مثلا زنوبيا مثلا ومولوك الطواقف اتنيناتهم أعمال تاريخية همومهم بالأخير بالأخير بس صلب بوحدة بس فيه هموم تاني وفيه أضايا تاني مطروحة يعني في زنوبيا فيه أضايا مطروحة غير أضايا مولوك الطواقف فكل هالقصص تفرض عليك تكنيك معين من المعالجة اللي أنت بتستعمليه على المسرح بتخليلك أعمالك تكون مختلفة عن بعضها حتى لو بالأخير أنت مهتمة بالإنسان المقموع ويلي عطول أنت بتنصري فبيكون أسلوبك مختلف كل مرة عناصر العمل من ضمنها هي الممثلين اللي هنا بيقفوا على المسرح واللي هنا واجهت العمل أكيد فيه عناصر كتير كبيرة بس فيه الممثلين اليوم دايما انتقائكم للمواهب اللي توقف على مسرح الرحاب من هذا الشيء كمان من الشيء اللي بيميزكم هل في عنا طاقات كبيرة ولا في عنا فقر بالطاقات وليش بتكونوا بتشتغلوا مع ناس معينين تصنعوا منهم حالة خاصة في منهم بيكفوا معكن في منهم بيكفوا لوحدهم بس الإطار اللي بتحطوا هالفنانين فيه الأحكي مطربين لنروح بعدين للممثلين بيكون إطار كتير كبير ويعني جدة يعني مش شوف يا سفنا ما فيكت وقفة وموح أي إنسان ما في شك من مدرسة الأخوان الرحباني طلعوا كل هالمشهورين بدوا ما نعدت أسماءهم ومرجههم تحية بيعرفوا حالهم كلهم كلهم طلعوا ببلشوا بالكورال بالمسرح الرحباني أصوات رائعة جدا مميزة جدا بكذا مسرحية بتشوفي صوته بتعرفيه إذا بتسمعي له اليوم صوته للمطرب الكبير وبتسمع هالشقف صغير اللي غنيها بمسرحية كذا بتعرفي إنه هيدا فلان كلهم كان عندهم بديات كلهم اتلمزوا على هالمدرسة وانطلقوا في ناس كملوا في ناس انطلقوا كل إنسان عنده طموح ما في شك حياة المسرح صعبة صعبة ببلادنا صعبة بس فيه يكونوا يعني ببلشوا وبيكفوا معكم يعني هيدا الشي هل هو وارد هل بيأملنوا المصدر الرزق وعيش شوفي ما في شك فيه تنازل عن قصص كتير يعني الإنسان آخر تنهار الحياة صعبة أنا مبلوم حدا كل إنسان بده يفتش بعدنا عن نجومي وعن كذا وعن كذا وعن كذا وفيديو كليبات وبيدي أعمل كذا وبيدي أغني هون وعمل كونسيرات قبل كارول سميحة؟ لا لما وصل قبل كارول في كتير عملوا هالشغلة عال هدا شي كتير كويس ودليل صحة لأنه المسرح أنه أنت قداش فيك تعملي موسم مسرحي صح موسمين يمكن بالسنة أو بدك تكوني فضيعة تتعملي موسمين يعني فهيدا الشغلة بتخلي الإنسان بدوا يعيشي أخير طنهار كلهم عندهم عيال بيختار الطريق يلي هي أسهل يلي هي أسهل بس كمان ما النهينة ما في شي هينة لأنه أنتوا عطيتون وزن بدون يكفوا بهيدا الوزن وإلا الناس يعني بس التعبد للمسرح التعبد للمسرح قصة ثانية هلا اليوم مثلا بعطي شغلي عن غسان صليبة ومتعبد للمسرح اي من وقت صيف 840 لليوم الزلم يمكن بيمرق له كان كونسير بالسنة أو كل سنتين بس ملتزم كليا بالمسرح يعني تتقدم مسرحية انت تقعد 6 شهر أو 8 شهر وتقعد 3 شهر أو 4 شهر بعد تحضير وتسجيل هاي راحت سنة ونحن بنفرض عليهم أنه ما فيك تكون عم تشتغل معي مسرحية وحدك صور عم بتغني بالمطعم الفلانة وعم بالمرأس الفلانة بدون مع احترام كل الأماكن بس ما فيك بدك تكون في صورة في صورة والناس لازم تشتقلك ما فيك تطلع كل ربع ساعة على الجمهور بس هلأ هذا الشي لا يلزمكم انتوا كمان يعني برك انتوا ما بتكون غسان رحباني بمسرحية معينة غسان صليبة عفواً غسان صليبة بمسرحية معينة هيدا مقلة عليها حسب الدور هيدا التزام من الطرفين انتوا كمان التزامتوا فيه يعني احنا ملتزمين ومش بس هايك سألتي لي كمان السؤال قبل الالتزام انه هالطاقات موجودة ولا لا هيدا قبل الالتزام شوفي المسرح الغنائي الرحباني يلي هو كتير متميز وهو قريب على المسرح الأنجلوساكسوني اوكي مع عمق اكتر بالنص لانه الميوزيكال هو اجمالها ميلو دراما شوي بس المسرح وهذا ما يجعله هو مختلفا حول العالم تراجيدي هلأ هون مسرح كامل في جميع الفنون المفروض الممثل يكون صوته حلو انا ما عمقل مطرب الممثل الممثل مثل انتوان كرباج مفروض يكون صوته حلو تقصد بالحكة صوته غنائي اه كمان كمان او غسان صريبة يتقن التمثيل يتقن الغناء يتقن الحركة اوكي تتكون لانه هذا فن كامل في كل هالعناصر انت بتستعملي كل العناصر تتعملي هلأ لقاء معي استعملت الإضاءة استعملت الكاميرا استعملت استوديو استعملت الكرسي اللي قادين عليها فإلك حق تستعملي كل العناصر يعني بالمسرح الغنائي في حوار بتمع بحيولك أنا بالكلام في حوار مغنى في رأس فكل بديك تكون انت ملمي بكل هالقصص ليسوء الحظ ليسوء الحظ معاهدنا بلبنان وبالعالم العربي في عندنا ممسلين كتير شاطرين وأصوات كتير حلوة بس الليلة كتير بالسراج والفتيلة تتلاقي واحد عنده فورمسيون داكتور مصبوطة وصوته حلو كتير يكون جامعاتنا والأتتتود استاذ مروان هيدا الأهم بالنسبة لها أهم بشي الأخلاق طبعا الأخلاق بالتعامل لأنك انت عم تعيش مع شخص سنة كاملة شفت كيف وبدك بديك إخلاص بالعمل وفا صح فهيدي متما نحن أوفية للناس الناس بديكونوا أوفية معنا فنرجع على حديث أنه في شح كتير بالعالم العربي بالعناصر الشبابية الرجلية والليسائية اللي تجمع كلها الموهب مع بعضه وانا من عبر برنامجيك الفيم بدعي كل المعاهد بلبنان بسوريا بمصر وبالدول العربية التانية تشتغل أكتر بمعاهد التمثيل يعلموا المثلين على قليل الإقاع الريتميك ومعاهد بس فيه ريتميك بالله فيه ريتميك بس قدي قديش ما بعرف بس نعرفه نحن بس تشوف الشخص تفحصه بتعرفه إذا بيعرفه ولا ما بيعرفه كم يتقدم لخضوع تاست عندكم في كتير في كتير بيجو في ناس نحن ما نفتش عليهم في المرات نفتشه أحدا مثلا عامل فيديو كليب ولمع ممكن في كتير في كتير منفتش على اليهم هبة كيف هبة توقجي اللي هلأ مثلا هبة توقجي حالة مغايرة شوي يعني تعرفت على أسامة ومصرة هي كانت تغني وهي عم تدبس تمثيل بنفس الوقت مصرة تغني وتغني معكم مصرة تغني معنا مع أسامة بالأساس أول ما تعرفت عليها بتحب موسيقته فسمي على صوتها وعطاها غنيتان ثلاثة تتمرن عليهم بس ما كتير هتم بالأول لأنه في كتير ناس أصواتهم حلوة ورائعة جدا بيجو بس أهم شيء تقدري تستمر لأنه قلتلك كتير صعب ونحن كتير صعبين وكتير متطلبين و ما بد كتير صعب الشغل معنا بس أفكسيونيست يعني كتير صعب الشغل معنا كتير صعب الشغل معنا الأقرب إلى إلى الكمال في العمل وهذا شيء معروفين فيه ومش سهل أبدا الشغل معنا بيفتكروا أنه من برا لبرا بس في كتير أسامة وفي كتير بكي في كتير دموع في كتير نرفزي بس إخيرة النهار تطلع على المسرح يا بيزقفولنا كلنا يا في شغلي كتير حلبي بمسرحكم لما منحتر منلاقي فنداني كبير مش أنه بيكبر دوره مع كل مسرحية إنه كأنه بينحط بالمطرح المناسب لأله قده في وفاء في تعامل مع نفس العناصر إنه ما بترجعوا بتحطوا هذا العنصر بمكانه المناسب حتى لو حجم الدور هلقدة أو هلقدة لايكي هيدا شغلي كتير مهمة بس هون بقول شغلي مثل ما بيقول المعلمنا منصور ما بيكتب لناس ما بيجي بقول إنه أنا عندي فلاني بدي أكتب لأ مسرحية السنة صح هيدا بالمرحلة ما بعد الأخوان الرحباني هيدا مرحلة منصور من صيف 800 لما وقفوا يكتبوا لفيروز بس رحل عاصي انتهى اسم الأخوان الرحباني ما عد فيه أخوان في شخص رحل شخص بإيه ولو يرحل منصور قبل عاصي كان عاصي العامل نفس الشي ما بيقدر يكمل بإسم الأخوان الرحباني كان يكمل بإسمه وصار فيه توقفوا يشتغله مع فيروسي قبل رحيل عاصي بكذا سنة تغير تفكيره صار كل الأرض أرضه وكل العناصر عناصره ومسمح له يعمل اللي بده ييره صار يكتب دور ويقول الدور بيعيط للشخص مش أنا ملزم بشخص مقتنحي هل هذا أصعب ولا برأيك أسهل يعني أنتم مستمرين على هذه الوتيرة هيدا الشغلة السليمة هيدا الشغلة السليمة هيدا الشغلة السليمة إن كان في السينما ما فيك تيجي تحكي مع مخرج اليوم في كتير علاقة مخرجين مهم بكتير مع مسلين مثل مارتين سكورسيزي وروبرد دونيرو بس ما فيك تيجي تقول للمارتين سكورسيزي كل ما بدك تعمل فيلم لازم تكون بطل روبرد دونيرو وإنت يا روبرد دونيرو بتمثل ولا فيلم إلا إذا كنت مع سكورسيزي ما فيك تربط الناس ببعضها لقد ما في زواج ماروني إلا في لبنان الأخوان الرحباني بس كانوا زواج ماروني وكل الناس أحرار فأنت بتكتب دور بتقولي قوف هيدا الدور بيلبق لفلان بيحكي مع فلان إذا بيقدر يلعب الدور بيقدر ما بيقدر بنشوف حدا تاني هلأ الأدوار التانية بتشوف يعمين بيلبقوا بسيقى بأنه في بكاة كبيرة بالمسرح يلي صار مع منصور ومستمر معنا بالعناصر بوكاة كتير متنوع موجود وتقدر تختار منه إضافة إلى كتير عناصر بتظل نجيبها جديدة على هالفريق بعطيكي شغلة بسيطة بس منصور كتب آخر أيام سوكرات كتبها بالأربعة وتسعين خمسة وتسعين وتقدمت بالتمنى وتسعين أول ما كتبها وخلص قعدنا قلنا مين هيدا اللي بيطلع خارج يمسل سوكرات دور غنائي قلنا كشكلاً وكتمثيلاً مين كان الرأي رباعي منصور مروان غدي وأسامة إنه إنه رفيق علي أحمد ما كان في قبله أي خيال أبداً من الخمسة وتسعين كان الهانديكاب الوحيد إنه رفيق ما بيغني ومسرح غنائي ما بيغني الطريقة الأوبيرالية وكذا قلنا هيدا من حلة هيدا الشيء يمكن كمان عفواً بين هلالين اللي حد من أدوار توانكرباج معكم بقصص معي بقصص معي بس عرفوا يكونوا إذكية واستغلوا صوته واستغلوا بقصص تانية طبعاً شفت كين فإجرى فيه وخضع ستة شهور لتمارين فوكاليز مش فوكاليز بس تنفس على فوكاليز على كل شيء تا يقدر يؤدي ما نقول نحنا يغني يؤدي وهيدا المطلوب المسرح الغنائي يكون حلو يؤدي درامياً أنا ما بدي أقعد اسمع أنا ما بده يطرب يعني إذا بيطرب عال إذا ما بيطرب ياللي بيوصل للرسالة وجملة غنائية صح توصل بلا نشاز بلا أي أغلال تمثيلاً وتمثيلاً وتمثيلاً انتو عم بتقدية شفت كيف هيدا أهمية المسرح الغنائي خاصة بالمرحلة التانية يعني مرحلة منصور أصبح لممثل درامي أكتر بأدواره المطرب درامي أكتر ما عاد فيه غنية بس للغنية أي غنية بتشيلية من اليوم المسرحية بتقشط ستاة مروان سؤال على هاي مشكل حديثنا ليش قعدتوا تقديم صيف 840 لأنه من أروع المسرحيات كنا بشهر واحد نحن قاعدين نحن ومنصور كان بالمستشفى وما كنا بعد مضينا مع جبال مش عارفين وين بدنا نعمل في كذا مهرجين عم يتوصل فينا فعم بيقول منصور شو رأيكم يا شباب نقدم السنة إنه والله مش عارفين نطرح على الطاولة 3-4 موضيع ومهمين كتير إنه منعمل هاي أو منعمل هاي منعمل هاي استبهلنا يوم تنفكر كل واحد لحاله تاني يوم رحت لعنده على المستشفى قال لي تعالي هون قلت له شو كان عم بيصلح كتاب صيف 840 لأنه من طبعه كتب كان عم بيقرأ قلت له شو هاي ده اللي صدر لكتاب اليوم كان عم بيصلحه النسحة قال لي خيك غدي إيجا وقال لي ليش ما بنعملاش هاي ده بتير من الشباب ما شفوها وبهمة ووقتها بتحكت أنا قلت له شو قال لي أنا متحمس لكتير قال لي بدنا نعملها بس برؤية جديدة ومشهدية جديدة وبدأ تكون بالهواء الطالق ما صلا نعملها نحنا يعني نعملها بحجم متل ما كان هو بده يشوفها بالأساس وصيعة بد قلنا أوكي بدنا نبلش فيها وبلشنا نحط فريق العمال يلي بده يشتغل فيها وبعد كم يوم رحل وقفنا نحنا وبتعرفيه وكاننا عم نكمل عودة الفنيق بالكازينو رجعنا بس جينا كانوا وساكن أنه تقدموا يعني كانوا أوصى بهذا كان كتير مهمة أنه نرجع نقدمها وهي الملفت أنه هادي أول عمل كتبوا منصور من بعد رحيل عاصي وكتبوا تحية لعاصي وبقى تحية لعاصي بس قال بده يعمله هو وشيئة الظروف أنه يرحل عملناها تحية لمنصور يعني أصبحت صيف 840 حيين عاصي ومنصور 4800 ل5000 مشاهد هيدا أكبر مدرج موجود بلبنان السنة بالتاريخ المهرجينات بشباب 4800 ل5000 مقعد كل ليلي عندك عدد حوالي 65% من أعمار 22 ل28 29 وهيدا كتير مهم يعني الشباب ليش برأيك؟ شغل كتير يمكن سمعين كتير عننا نحن وصغار أهلون أيلين لهم هاي المسرحية روعة روح وفضروة حقيقة أنا ما كنا صغار هيدا المسرحية ربيو على أغنية لعبة صحيح ربيو فهيدا كتير بعدين قصة مهم من تاريخنا فهيدا اللي إجا لأنه لمهاني كمال مش بس هيك أهم شيء هوا الشباب هن اللي رح يستمروا معنا بالمسرح للعشرين سنة المقبلة إذا الله أعطانا عمر بدي أسألك عن السينما المسرح أخي أخذك من السينما كتير يعني وأنت مخرج سينمائي أيضا بالأساس بالأساس يعني كان عندك فيلم بسنة ال76 وبفيلم بسنة ال79 صح؟ هيك تجربة تجربة صغار يعني فيلم أصير شو كان اسمه الفين؟ كان اسمه كان تجربة بسيطة أنا ما عملت ولا فيلم درامي وهيدا أنا فيه تأصير يعني في كتير قصص أخدتني يعني شركتنا بدبي حملة قيل علي أخدتني كتير عن السينما بس ما راحت السينما من رأسي يمكن ما قدرت أعمل لهلأ السينما الفيلم يلي أنا بدي أعمله لأنه ما رح دق بالكاميرا إلا ما أقدر أمن لفيلمي يلي بأمنه لمسرحي أي هو العناصر الإنتاج مش المصاري شو كل العناصر يلي بتعمل من المسرحية مسرحية وبتعمل من الفيلم شو هي العناصر المفقودة؟ فيها تكون من فريق العمل الصالح ما فيه فريق عمل الصالح القصة الصالحة السيناريو الصالح والتمويل يلي بيرضي المناسب هلأ أنت قلت المهم أهم شي ببلش المسرح من الكلمة هل بينقصك كمان الورق بالنسبة للسينما؟ لا فيه عنا موضوعين جاهزين كنا عم نشتغل عليهم شيئة الظروف مثلا أنا بقليك شارلك أعلمنا عنا أنا كنت عم بحضر فيلم بالألفين وواحد فيلم كبير مع كاست أمريكاني وحكينا معه كان اسمه جبران خليل جبران كان فيلم بالإنجليزة انتشركة كبيرة أمريكانية بدون ما أقول اسمها علاء كان مفروض روح نحط العناصر الأخيرة بـ 14 أيلول 2001 لسوق الحظ صارت كارثة 11 أيلول ووقف كل شيء وبتعرفي صار فيه ردة فعل شرخ صار في شرخ شرخ مذهل ووقف كل المشروع مع أنه كنا كتير حكيين مع المثلين كتير كبار وبتعرفون كتير مني حمريكان لدور شبران لدور ماري هاسكل مثل مين ممثلين كبار؟ حكيت مع اتنين فضل ما أحكي عنه هلأ بركي بيقولوا المجالس بالأمنات تحت الهواء بيقول لي ها؟ بتكون يضمنه يمكن يجي حدا بعدنا بعد عشرين ثلاثين سنة أو خمسين سنة يعمل حياة الأخوان الرحبانة من 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 أبناء الرحبانة؟ يا جوز بكون لا 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 مش بالضرورة مش بالضرورة يمكن يكون حدا تاني يعملوا يعملوا أحسن منها سفت كيف؟ بيسترد على المعلومات الموجودة على طريقة الحياة على كل شيء الموجود لأنه في كتير أرشفة في كتير توثيقة بيكون موجودة أما نحنا يمكن بعد شواء كتير قراب من هالمرحلة مش قراب نحنا نحنا بقلب المرحلة عايشتوا هاي مرحلتكن أصلا نحنا مرحلتنا هاي جزء من مرحلتكن نحنا جزء مننا يعني أنا ما في اكتب أعمل فيلم عن الأخوان الرحبانة إلا ما بتصور حالي فيه ما أنا جزء منهم بس ممكن تكتبوه لتاريخ لذاكرة يعني إذا أنا إذا بدي اكتب فيلم عن الأخوان الرحبانة بدي لقم مثلي مثل دور عاصي مثل دور منصور مثل دور فايروز مثل دور زياد ومروان وغدي وسامة وريمو أنا جزء من المثلين يعني إن شاء الله هاي دي بتكون تحية من شاب أو صبية لبنانية يقوموا بهذا العمل كمان ويقوموا على المستوى موضوع شائع جدا وابعيد إن شاء الله نضل طيبين موضوع شائع جدا نحن نحكي شوية كمان عن عملك كمخرج تلفزيوني عن إقامتك شبه دائمي بدباي أنت دائم التنقل بين بيروت ودباي بالتيارة في عندك شغل يعني بس أكتر أكتر فرد من أفراد العائلة موجود بدباي خبرنا عن نشاطات هذه الشركة نحن 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 نشركتنا رحباني مقر الأساسي هيد أسستها سنة السبعة وسبعين انتقلنا أنا وغادي على دباي بالتسعة وثمانين وما كتبنا وستوديواتنا بدباي لماذا دباي؟ دباي لأنه فلاينا بمرحلة كان عنا التزام نسلم كم برنامج وتسكرت الأمور هون مضبوط أيام الحرب فاتطرينا نروح مرحليا وبقينا هونيك وبس هدية الحالة ببيروت ورجعنا قصمنا صرت نعمل مثل شاتلينج بين دباي وبيروت غدي هون وأنا هونيك ومرات نتبادل بس أكتر الوقت أنا هونيك وهلأ فتحنا بقطر كمانا أوبريشن عندنا اهتمامات انتجية ثقافية يعني وثائقية أكتب شيء في وثائقية إعلانية تلفزيون قليل ليش؟ لأنه نحن كتير متطلبين وعلى التلفزيون بحب التلفزيون أنا بس دايماً الميزانية هي المشكلة مش الميزان الوقت يعني أنا بكلف يعني أنا إذا بدأ اشتغل مش أنا ساري بقدر عالي شوية عالي عن الطبيعي بس بكلف الانتج وقت لأنه كتير بيخد وقت ما بقدر أنا أنا ما عندي الله معطاني الموهبة لصور حلقة بيومين ما بقدر حلقة بيومين؟ وقت بنيح بس حلقة بيومين كتير منيح بيومين أو ثلاثة أنا ما بقدر شفت كيف؟ فلها السبب بعت عن التلفزيون بعت عن التلفزيون كلياً فعندي المسرح وعندي السينما هلأ عم نشتغل على مشروع إن شاء الله قريباً منشوفون لأنه بعرف إنه أنا بتحكم فيه مصبوط طيب كيف هي علاقتك بدبي يعني هل هذه الدولة هي راعي؟ بنيح لعمال الرحاب بني راعي يعني بيتبنى كتير من عمالك إنه يقدر؟ ليش هالإقامة الطويلة بدبي أكيد مبنية على علاقة كبيرة وثيقة بالحكومة؟ طيب كأنا بوجه تحية كبيرة لدبي بشكل خاص وللإمارات بشكل عام لأنه أنا صار لي من التسعة وثمين هونيك يعني راح يصيروا عشرين سنة بعد كم شهر بشهر عشرة بيصيروا عشرين سنة يعني عمر قسم كبير من حياتي قضيته بدبي لو ما حب المكان ما استمرت فيه وحبيت بدبي التنوع حوالة المئة وتمين مئة وتسعين جنسية فيه بيقولوا صاروا متين وأنا بحب التنوع بتعلم كتير من الأكل يعني في جزور يعني أنه فيكم مثلا أنا كتكون بلبنان فيه أجواء معينة لا إسمعي لأنه هناك كلاف الأجواء وأنت رحباني لبناني ما قل عليها ما قل عليها أنا اللي عجبني بدبي بقيت جوك يعني هونيك؟ لا أنا اللي عجبني بدبي أني بني مغترب يعني أنا مثلا مش بالمغتربين أنا بقعد جمعتين هوني جمعتين هوني أنا مش معتبر مغترب بس اللي عجبني أنا ما فيي روح كنت مثلا هجرة عقلنا نحنا خاصة بي ما بيقبنا نروح على هجرة مثلا راحنا على كندا وعلى أستراليا دبي كانت قريبة وكان فيها مجالات ما فيي شك بفترة كان لبنان متضيق فتحتنا كتير امتدات كمينا شغل وبوزنس فتحتنا لأ خط على الانترناشنل يعني أنا مثلا مقدرت اتصل بالشركات الأمريكانية بهوليوود بنيويورك بلندن مزبوط ويعرفوا إننا موجودين ونحنا كشركة رحماني بروداكشنز بأمريكا كلها بلوس أنجلوس بنيويورك وينما كان بيعرفوها مثل لو بيعرفوا وورنر مثل لو بيعرفوا فوكس باراماونت بيعرفوا إنه موجودين مزبوط بقوة حلو وكل سنة عنا نحنا بنتلقى بشهر سبتابر بأمريكا أو بأوروبا بيكون في الورد ايرلاين انترتينمنت اسوسياشن كليل نحنا جزء منا بنجتمع مع كل الشركات العالمية الانتجية وبنشتري من بعضنا أفلام يعني صرنا بديك تقولي على الخريطة العالمية بسبب وجودنا بدوباي وهدي كلمة حق لازم قولها بفترة بسبب الثقة بهذه الدولة لأنه مركزكم يعني آمن هونيكي إلى جانب ذلك دوباي أنتجت أهم من أهم الأعمال أنتجت عملين أنتجت المتنبي كالمنصور وأنتجت حكومة دوباي زنوبيا وهودي أكبر عملين أنتجوا في العالم العربي مسرحيا فهيدي شغلة كتير مهمة الدعم المادة كمان وقتا قبل أنتجتي عمل ما ممكن حداً شخص يعمل ليكيه بديك حكومة يعني اليوم في أعمال أنا بقدر أنتجها بس في أعمال فوق طاقتي الحكومات أو الجمعيات الكبيرة بدأت أنتجها ملتقى حداً يعملها إجت حكومة دوباي أنتجتها وهوني بوجه لها تحية كتير كبيرة وعلى أمل أن الحكومات العربية يلي العمل الفني الواحد الكبير بيكلفهم قد أصغر صفقة زفت عشرين متر زفت بيكلفه قد ما كلف المتنبي المتنبي بيضل ألفين سنة زيادة الزفتات بعد ستة أشهر بيكتغيريهم إيه إذا هيك متل ما بزفتوا بدوا يصير فيه واعي الحكومات العربية وحكومات الإعلام والثقافي مش واعيين ما على الشي يسمحونه على ماذا أنت عاتب في لبنان مش عاتب على حدا ما أنت قلت أنا بعتب العتب على أدلة محبة أهلا ما تتكه بالبرنامج بيكون يلا من شي مطلع طبعا لا بحبهم كلهم ما بعتب عليهم في ناس ما بيعرفوا في ناس ما بيقدروا ما بيقدروا بيعرفوا ما بيقدروا وفي ناس بتقدروا ما بدا؟ أو عند أولويات أو هذا الشي ما هلأ يا أختي نحن شوفين معلش شي قدام نحن عالم ثالث يا جماعة لهذا السبب نحن عالم ثالث لأنه الفن مش من أولوياتنا الثقافي أول الفن والثقافي والشعر والرسم والأدب والموسيقى مش أولوياتنا طب ما بيقولوا لك أنه الثقافي الثقافي ما بيطعموا الخبز ما بيطعموا الخبز ببلادنا اليوم معلش شي لو في تدفع الحقوق مضبوط باللبنان وبالدول العربية كانوا مفروض الأخوان الرحباني وبعضهم منصور أغنى ناس موجودين في هذا الشرق هادي حقوق الملكية الفكرية الفكرية والنهايدة مش موجودة أثارة كمان عمك الياسر رحباني يعني هادي مصبوط هادي قبل هادي فالج لا تعالج فبأوروبا شخص واحد اللي يعمل موسيقى فيلم بتنجح أو بيعمل غنيتين بتنجح بيعيش عليهم كل عمره بيعيش هو ولاد ولاد ولاده كل عمره فهون هيكي في احترام بس هل تنزلت كانوا عم تقولي خلص انت نزلتوا عن حقكم بيعيش لا لا ما تنزلنا بتظلنا نطالب بس انه هادي بديك تربية الحقوق بدي تربية بترجعي بتقليلي شو الأولويات وشو الكماليات بالحياة تصوري انت انه بس كانت عم تنقصى في بريطانيا عم بيقصفوها النازيين الألمان أوكي وقف المسرح ببريطانيا أمر تشيرشل اللي كان هو رئيس وزراء بريطانيا آنذاك كل المسارح يكملوا لأنه المسارح كانت تحت الأرض وكل الناس لأنه ما في ملاجي ينزلوا يتخبوا بالماء بالمسارح وعلى كل شخص كان عم بيقدم مسرحية يقدم كل الليلة للناس اللي قدين بالملاجي والدولة بتدفع له وبريطانيا عم بتتهدم هيدا شيء المعروف عن بريطانيا لليوم لليوم بتروح على مسارح بريطانيا المسارح اللي كانت تحت الأصف بعد عندها بلاك على المدخل بتقلك بس كانت عم تتقصف بريطانيا المسرحية الفلينية كانت عم تلعب يعني بيروحوا بدل السينما بيروحوا إلى المسرح أكثر الشباب البريطانيين يعني هيدا الشغل يعني فأزن أنت عم نحكي نحنا هيدا عالم أول هيدا عالم أول نحنا اليوم خلينا نحكي القصص بحظة متجرد متجرد وما نستحي يلي بيستحي من واقعه ومن مضيه ما بيعرف يصلح شو لازم نصلح كيف بداية الإصلاح الإصلاح بدي يكون فيه وعي بدي يكون فيه خطة تقول أنه يا جماعة خطة مثل ما تعملي خطة خمسية أو سوليسية خطة انتخابية تعملي خطة أنه الفن المسرح المعارض الكونسيرات مهمة مين بده يعمل هيدا الشيء مش الدولة ولا أفراد ولا نقابة يعني بلازم نعمل بس مين هلأ بديك تقولي إذا قدمت مشاريع إذا أول شيء أفراد قدموا مشاريع أو جمعيات قدموا مشاريع لماذا تقابل؟ أول شيء لوزارات السقافة تبعيتك أول شيء وزارة السقافة وبحيي وزير السقافة وزير الإعلام أصدقائنا أول شيء يجب أن أعطيها لهم ميزينية أنا ما رحقول أنا بعرف مظبوط قديش ميزينية هذا هو العقم وزارة السقافة يعني دائما وأنا بتذكر أول ما طلعت هالوزارة ما بتعمل مسلحية وزير السقافة لا وزير السقافة اتصل بمنصور وقال له يا أستاذ هالقد ميزينيتي بس ووجه له تحية ما اللي عين أولى على الهوى ميزينية وزارة السقافة لا يجوز لا يجوز بس إنه نحنا يعني هذا الشي بيقولوا إنه نحنا عنا دولة في عجز مديونة عندها مشاكل مادية كيف تعنا بالله إذا نحنا عنا تسردت وشثورة فلتانة عندنا مشاكل كتيرة كيف بدنا نعطي المسرح والثقافة ما بتلاقي هذا الشي منطقي ليكي نعم الحضارة لا تبنى بالزفت وبالحجر وبتصليح وتسرد الإنسان خربين عنا بديك تبلشي بالناس بديك تبلشي بالسقافة بالعلم وبعدنا بتوصل على هودين برأيك بعدنا ما في يقول إنه اليوم أنا عم ببني بلد بناء البناء بيبدأ بكل شي سوا ما في خطة بتبلش وأنا إيه بس خلصها هو ببلش فيكم ما هتبلشي فينا يا بيبلشوا سوا يا برح يبلشوا أستاذ مروان برأيك إذا واحد راح إلى مسرحكم مفتح ديناه وعيونه منيحة إنه في ناس بتحضر وبتطلع مثل ما يعني هيدا كل مسرحياتكم شو ممكن يتكسب هيك بالملخص؟ عفاكي بس راحنا مش قطروحة جامعية أو مانيفستو سياسة يعني إنما نحنا عنا ما بتلاقي حلول نحنا بنعرض لك المشكل بس بصير تبرم براسه معي وين بنعتعرض لك مشكل مع التحريض على التمرد هذه الزبابة التحريض على التمرد وتغيير الواقع لها السبب بتظهر أنت من المسرح شفت المشكل بديك تشوف الحل بديك تلاقي حلول نحنا ما منع نحنا مش مسرح تنفيسي أنتو مسرحي حرد على التفكير لأنه في بعض الدول السياسي في بعض الدول بتعمل مسرح تنفيسي صح نحنا ما منع من المسرح تنفيسي نحنا مسرح تحريضي وعلينا نحرد تالإنسان يظهر يبلش يتغير من حاله بالأول وتقدر يغير الآخرين إن كان مواطن عادي أو مسؤول كبير بده يغير حاله بالأول تقدر يغير الآخرين أن نحنا ندعو إلى نحنا نحرد على التمرد على الواقع يلي أنت فيه هل يعترف الرحابني بمسرح آخر؟ معلوم بمين؟ في لبنان؟ في كتير مسارح طلعت بالستينات مسرح غنية آخر؟ لا ما فيه في محاولات بس أكيد منش بمستوى المسرح الرحابني محاولات يعني لبأس كمحاولة مظريفين يعمين بس أنه لا تحمل نفس المضامين تعرف شو بدنا نحكي لا بالصورة لا أنا صريح لا بالمسرح الغنية ما فيه حتى بالعالم العربي ما فيه غير مسرح الأخوان الرحباني مسرح الرحباني يلي بلش يلي يكمل مع منصور بكله لا بمصر فيه كان فيه شوي هيك شوي اتجاه من كراكلة مؤخرا لا كراكلة مسرح رائس اخر اخر شي لما طلع عاصل حلاني وقال جملة غنائية يعني كان فيه مثل كأنه هيك شي مصغر من جزء رحباني صغير في هذه المسرحية مختلف جدا حبيبتي مختلف جدا كراكلة موجه له تحيي لعبد الحليب كراكلة مسرح رائس كل رائس لا في هذه المسرحية هلأ عامل وحيولات بلش يحط شوية حوارات بس في شغلي مسرح الرحباني مش مسرح حوارات مسرح مضمون فكري فلسفي شعر بالكلمة الكلمة هي الأساس بعدين بتجي الموسيقى بتشكل أساس تاني وبتنطلق الحوارات ما بين حوارات محكية أو مغنات بغض النظر انت الكتب موجودة بتقريها بنصوص موجودة أصبح مش إنه سكيتشات أو شوية حوارات من هون حوار غنية رأسة ما بيعملوا مسرح غنائية خلينا نتفق من هلأ يعني رح يضل الجزء الكبير برأيك في هذا المسرح إلى الرقص أكيد والموسيقى والإعداد الموسيقى مسرح رائس شو رأيك بموسيقى كراكلا أنا آخر عرض محضرته أنا آخر عرض محضرته يعني إجمالك كل الأعمال في قصص حلوة قصص ما بحبها شو ما حبيت شو حبيت لا قال لي أنا آآ شوفي في ستيل حلو تحضري يعني مثلا بليك شغلة وهي مهمة كتير كل إنسان نحنا عنا نحنا متعلمين مظبوط وبنحكي بلا غرور بس بنعرف حالنا وين موجودين بس نشتغل مع الاستاذ منصور أوكي؟ يكون هو سيد العمل إذا عطيه لمروان قطعة وعاطي أسامة قطعة وعاطي غادي قطعة وعاطي ليس قطعة بيجي بيقول بتألفوا بهالجو اللي وضع الكونية أنا اللي عم بكتب فيه بتألفوا بهالجو أنت الموسيقى طبعي يمكن لأن احنا بنعرف نقلف بكذا نوع موسيقى أجواء معينة أما اليوم اللي بشوفوا أنا مرات تنوع لمألفين الملحنين مع عبد الحليم بكذا عمل خلقوا كذا ستيل أنا بتذكر غدي اشتغل بحلم ليلة صيف وأسامة عملوله لعبد الحليم قطعتين بطيروا العقل حلوين كتير كان كتير حلو العمل لكن المشكل كان فيه كتير من ألفين بوجهنهم كلهم تحية بس كل واحد ستيله مختلف كل واحد عمل ستيله صرت قادي عم بتحضري انه اوكي القصة بس هيدك ستيل كتير معيد عن هيدا كتير معيد عن هيدا كتير معيد عن هيدا شفت كيف؟ وهيدا بالنسبة لله كمروان رحباني ما بيرديك بكل الأوقات يعني مش كل الوقت ستيله تحتيكي فاريتي هيدا بس مش عمل متكامل من أول ولا آخر و بتخديعك عمل متكامل بيعتيكي لوحات مثل فاريتي شو اليوم في عنا استمرارية المسرح الرحباني باستاون أعمال جديدة رح تكون احنا دايماً بدا نعرف شو هو القرص الكتابات اللي موجودة بيحوزتكن ما تتصور انه نحنا رح نفتح الجرار ونقول هيتا ناخد هالمسرحيات اللي مش مكتوبة أو ممدية ما بقاش نعمل شيء بس في مسرحيات ممكن شيء عمل في قصص جديدة نحنا عم نكتبها انت ناسي ونحنا عملنا الإنقلاب يلي هي كانت أول مسرحية إذا بدأ نقعد نحكي مظبوط اليوم أول مسرحية على القليلة بالمسرح اللي أنا بلشت فيه بطريقة الإخراج اللي بلشت فيها يلي وصلت لهون اليوم من 13 مسرحية الإنقلاب هي العلامة الفارقة يلي غيرت كل ستيل المسرح الغنائي يلي اليوم استمرنا فيه مع منصور أنا بقلك قعدت 11 سنة بالبيت وجه بوجه لمنصور يستشيرني بكل شيء مستشاره الفني بالإخراج بالموسيقى يعطيني لحن يعطيني وزع بكل شيء ما سلمني مسرحية إخرجها ولا واحدة إلى الإنقلاب لما عملت الإنقلاب ما حكي عملنيها بالـ 96 بالـ 98 اللي لايك سطرات تخرجها كانت أول مرة كان بده يقتنع مع أنه صيف 840 ما طلبت منه ولا مرة أنه خليني كانت تصوري ما منتعامل معه أنه كان بي صاحب استاذي معلمي كل شيء صديقي بس لما قالك عسكرات حسيت أنك جاهز حسيت أنك قالك بوقت أنت جاهز تماما فيه كانت غبيت أنا ما سخبرني كتلفانلي على دبي ما صدقت وبتذكر ثلاثة أيام ما نمت صرت تقول يا رايت ما قال لي كنت بعد منتظر بس أنه هلا مثل واحد استحقه وكانت دفيه مضبوط أول شيء له شفت كي فبقيت معه 11 سنة اشتغل ليلة نهار وما اختارني كان يختار أشخاص تانيين وأنا كن معهم ودايما يسألني شو بنعمل بهم وكنت أنا دايما بالمسرحيات اهتم بالمشاهد هلا كان عداد بالنسبة أكيد أكيد كان تحضير فظيع عداد لألك لا أتقوم به هالمهمات الصعبة طب شوف شوف تحضير بس اللي بدي إلي كيه هون اللي بيعطي أنه ما في عنا رحمة نحن بتليك هون الصعوبة قبل ما نكون صعبين مع الآخرين نحن الصعبين كتير يعني أنا ما بحييته كدي إلنا يعطيكم العافية ما بحييته قال لي عن عمل حلو يقول بعد سنة كان هيدا العمل أنه ايه حلو والله كان في برافو عليك في برافو عليك أنه يعطيك العافية أنه يضحك بعرف بس يضحك بتعرفي من وجه كان إذا مبسوط يبقى مرتاح هيدا الشي بخليكم تعتمدوا الأوتو كريتيك أكتر أكيد وخاصة أن إحنا كتير صعبين مع بعضنا إن كان أنا مع غدي أو غدي مع أسامة أو أسامة مع بعضنا كتير صعبين مع بعضنا تبني ألو يعني الله لا يفرجيك تيل أو شريعة بين بعضنا توصل إلى أنه أنت غلطت وبيزعل منك أنا ما غلطت إلى شريعة ومنقشة كتير حادة كتير حادة لحين ما حدا يقنع الثاني بس إخرت النهار ما في شي بس ما في أزعلي في شريعة مقاتلة في شريعة لا تاخد منحة مرة كل إنسان عند وجهة نظر بديو يصل إلى بس منجرب وبالآخر طلع معك حق بعيدا عن الفن بتتقاتلوا يعني بعيدا عن الإشياء لا لا تتقاتل مع بعضنا كسامل إيه يعني هيك في أبدا 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 طب في حدا فيكن يعني بابا عرف ممكن وحد يحكيان حالو يمكن تقول أنا عندي هالشوي حب السيطرة لا الشوي بحب كون أنا بيدير الأمور يمكن أنت لأنك النجلة الأكبر خي الكبير عندك هال هن بيعرفوا هن بيعرفوا غادي أسامة خاصة من بعد رحيل منصور ما بنتعامل مع بعضنا إنه أنا الكبير وإنت صغير أو إنت الوسطاني أو شي مش موجودة مش موجودة أبدا معنا هل مضبوط بين أبناء الرحابني بينكم وبين أولاد عاصي الرحباني الراحل صار فيه مشاكل مؤخرة نحكي عنا كل صحة في ضجة الدنيا هل في مشاكل أنت وريمة وزياد مضبوط نحن وزياد ما في مشاكل أنت وريمة نحن وريمة ما في مشاكل نشأ المشكل من وراء البيان أصدرته لأنه صار فيه غلطة بالبياني اللي طلع إنه تكريم خلال منهج الأخوان الرحباني وهي مفروض الأخوان الرحباني ومنصور الرحباني طلعوا منصور الرحباني والعائلة الرحبانية فكان خطأ مطبعي مطبعي غير مطبعي لا 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 مش مش عنا مش من عنا من الوزارة فوصل دغري غدي استرحق الأمر واتصل بمعالي الوزيرة باهية ومشكورة رغم كل إنشغالة كانت بفترة انتخابية وقفت أشارت على شو كنتو طالبي لا هو مفروض إدخال المنهج مسرح وفن الأخوان الرحباني ومنصور الرحباني من بعد بالمرحلة التانية طبعا يعني بعد رحيل عاصي اللي هي المرحلة الكبيرة أوكي فما كانت محتوطة بهالصيغة فبهالوقت كانت ريما أصدرت بياني فحكينا معا إنه تصلحت هاي دي قال نحنا بدنا ننزل بياني من ورا البيان كنا نحنا مجبورين نرد ببياني طبعا هي شو كان اعتراضها؟ شو كان بدها؟ إنه ليش نزل البيان بهالشكل؟ قلنا تطلع فيه غلطة ورجعت صلحته والوزارة أوكي هي كان بدها ينزل بعدنا ما بدي أدخل كتير بهالموضوع لأنه هيدا بده شي 16 حلقة اتجلى هالشي بالفيلم يلي صار يلي سميناهن نحنا الأبيض والأسود والملون النبالي يلي كانت موجودة بالأبيض والأسود وعاصي النبيل يلي بيحكي دايما بالمثنة وبالملون يلي بيحكوا فيه بالمفنة ما حدا رح يقدر يلغي بهدوء الأخوان الرحباني ما حدا رح يقدر يفصل لعاصي عن منصور حتى الموت اليوم رجع جمعون طب لما جمعون الموت ليش ما حطيتوا الأخوان الرحباني؟ بشو؟ بوزارة التربية ليش ما قالت إنه منهج الأخوان الرحباني؟ ما فيش عندك حبيبتي عندك تتا ليش مدى مشتوهم بعد وفاتهم؟ رجعتوا عمدتوا هيدا الزواج الماروني غلط 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 عم تحكي كتير غلط هلا في عندك عدد مسرحيات وفن بدي من سنة الأربعين للستة وتمانين وعندك من الستة وتمانين للألفين وتسعة شو بتعملي فيه؟ يلي هي المرحلة كمانة تجديد بكل شيء يلي هلا كلنا عم نحكي عنه وعيشينه شو بتعملي بمرحلة سبتة وعشرين تلاتة وعشرين سنة؟ ما إليك حق ترجع تقولي هيدا المسرحيات الكتابة منصور كتابوها الأخوان الرحباني؟ ما إليك حق؟ ما إليك حق تنسبك؟ نجلت هيدين ما إليك حق تنشي ليه؟ لأنه الحقيقة بدأت تبين وهيها الحقيقة ما فيك لو قلتلك ما فيك لو يروح منصور قابو العاصي وكمل عاصي تلاتة وعشرين سنة ما كنت عملتهم تريمان؟ وعامل تلاتة عشر مسرحية هاي بيك ترجع تقولي هوا مسرحية عاصي رح يرجع تضمه لأخوان الرحباني؟ شوفي بالسسام التغت كلمة الأخوان الرحباني مع رحيل أحد الأخوان خلص، هلأ بتنزلي ع السوق ما بتلاقي ولا شيء اسمه عاصي الرحباني نزلي لقيلي أي شيء، أي قسطواني مكتوب علي عاصي الرحباني أو أي قسطواني أو غنية مكتوب علي منصور رحباني قبل الستة وثمانين بتكون مزورة وبتفوتي على الحبس فيها، مش حقيقة بعد الستة وثمانين ما عد فيه الأخوان الرحباني صار فيه واحد تكمل باسمه وكاده تكتير صعب علي يكمل أول بداياته فهيدي المرحلة المهمة جدا ما كان فيه من هذه النصوص اللي قلبت وغيرت وطورت المرحلة اللي الراحل منصور الرحباني أعده لاحقا في المسرح إشيات حضرته عاصي من قبل؟ لا كانت كلها مؤلفات لا، اللي كتبوا سوى أو بالمرحلة اللي كان عايش فيها عاصي اللي يكون واضح اللي كتبت في المرحلة اللي كان في عايش فيها عاصي لم تقدم منها كاراكورمية واحد منها إليسا هذه الحقوق هي اليوم حقوق وحقوق حقوق للأخوان الرحباني حقوق باش ريمة لا بسالة اليوم هيدا إرس في زياد في ريمة في هالي يعني إذا تقدمت هذه العمال رح تتقدم بالمشتركة إذا تقدمت إذا تقدمت ما إلا حق تتقدم إلا بريدة الطرفين وحتى اليوم ما حدا إله حق يقدم أي عمل للأخوان الرحباني إلا بريدة الطرفين أنا ما بقدر اليوم يجي أعمل مسرحية جبال السوين إلا بريدة الطرفين وهن ما بيقدروا يعملوا أي عمل للأخوان الرحباني إلا بريدة الطرفين نحنك الحال متمنى أي سوء تفاهم لا ده مش سؤتفهم لا ده تحديد تحديد أسس معينة يعني اليوم بقلي شغلي اليوم إذا أنا بدي إيجي يشيل ابن الجرار طيب زياد معترض يعني زياد الرحباني ما إلو موقف في هذا الموضوع مش كتير راضي مش كتير راضي هو زياد مش كتير راضي مش كتير راضي مع عن البيانة اللي طلع عن البيانة اللي طلع ومش راضي كتير عن الفيلم وسيدة فيروس نفس الموقف ما هي كانت هي بطلة الفيلم استاذ مروان نرجع لهدوء عصابك هدوء عصابك لأ هيك المعروف فيه على المسرح دايما دايما المخرج بيعطي تنشن للكل ومعروف بعصبيته إنما العكس معروف عن مروان الرحباني هو مخرج هادي بيدير كل شي برواء هادي شو من عده من عده هلا سيئة أكيد عارفين أكيد عن دايش عن دايش عطول مرات بطلع التنشن لبرا مرات بيكون عم تغلي من جوه بس اتعلمت لأ أنا بالمراحل الأولى مراحل تلإني إليه بكنت كتير تنشن وكذا بس اتعلمت بعدين إنه اضبط لأنه إذا الماسترو فقد أعصابه الأوركسترا بتفروطه فبد يكون ضل شخص ماسك تايد يقدر يضل مضايا ويقدر يضل لأنه إذا فرط المخرج وبلش يميني شمال عيط وسب وفرطه كل المسلين والفرقة فبقى فيك الجمع يوم وين بيروح التنشن بعد؟ أو بيبدأ يعني راحت مانيك بروفا راحت مانيك بروفا بديك تلطر إلى تاني يوم فما عناش نحن اللوكس إنه يكون عندك ستة شهر تبارير على المسرح أو تلتة شهر فأيامنا مع دو دي بديك تضلك رابطة بحضرة كتير حالك مظبوط وعارف شو عم تعملي وتطلع تحكي بهدوء أو أي كلمة بتوصلية بهدوء وبيعرفوا يتعاملوا معنا وبعدين التنشن وين بيروح؟ بالافتتاح يعني كل الليلة بدللك متنشن للافتتاح؟ إيه هلقات وتاني الليلة برجع بأقل تنسيوم بس بيكون في تنسيوم كل الليلة طب شو صر القبعة الكوبوي بأننا عارف اللي؟ مش الكوبوي بس البرانيت لا أنا بحب البرانيت وسألوني بالزمين من أي عمر بتلبس برانيت قلتلون والله ما بعرف بس معرف حالي بلبس برانيتها اكتشفت صورة محتوطة كنت أنا وغادي كان أنا عمري أربع سنين وغادي عمره سنتين وأنا لابس برانيتها مثل هاي فمن عمري أربع سنين أنا بلبس برانيت بس إنه بتلبسها بيكل مناسباتك؟ بتحبها بترفقها؟ عادي تتفائل فيها بركي؟ يمكن تعودت ما بعرف شو صارت عندك صارت عندك عادي عادي تتفائل أكسسوار حلو بحبه بحب البرانيت كتير وعندي كذا نوع يعني يعني هلأ هي بتناسبك لأنك أنت مخدم عندي ثمانة وثمانين برانيتها لا بقال عليها تمانين أو ثمانين برانيتها لا هلأ كلهم أبيض؟ لا في كل الألوان كل الألوان الشنهار لازم نصور لبرانيت أكي؟ موجودين أنا بدي أشكر حضورك لغالي في كتير أشياء سألناها كنا نحنا هيك كناس كمان سألتني إياها قبل ما أجي قابلك حبينا هنا نعرفها منك بدي أشكر حضورك لغالي تحية إلى الأخوين رحباني عاصي ومنصور بني بمكان أفضل طبعا بدي أتمنى الأمنية الكبيرة هي اليوم بكير نحكي أنا بحس عن الجيل الرحباني الثالث بالحلقة اللي جاي نحكي بركي عن بداية الشيء أو بداية عمل حقيقي يكونوا مشركين في الجيل الثالث من الرحباني خاصة وأنه إعدادكم آسي بعد بكير بتكونوا عم تعدوهم هلأ كلمتك الأخيرة أبما نختم حوارنا كلمت الأخيرة أنه أول شي بدأت شكريك والهواجس يلي حكيتي عنها أنه القصص العائلية اللي كنت ما بحب كلي تنطرح اليوم بس انطرحتوا ما عندي مشكلة جاوب أنا بحي الجميع بحي الأخوان رحباني مطرح مهني اليوم ومنقلهم عهد علينا رح تضلكم أخوان رحباني ما حدا رح يقدر يفصلكم عن بعضكم شكرا لحضورك تحية إلى كل عائلة الرحباني من حملك ياها مشاهدينا الشكر الأكبر بيضل لكم لأنه تبعتونا بهذه الحلقة اللي تحمل كتير تفاصيل بأشياء قيمة عن عائلة لبنانية عريقة نحن نحبها كتير من افتخر فيها عائلة الرحباني ملتقنا الأسبوع اللي جاي عائلة الرحيسية